والآن نمشي والذياء الدين الكريفي هو وسيف الدين تربل سي ثنائي دي مع الميدان معهم هما نخرجوا من الأستوديو ونجفوهم وين موجودين مرحبا بيك ذيين هارك طيب مرحبا نبيلة تحياتي لك ولكل مستمعي لدارة الوطنية اليوم معي زميلتي أحلام الميمون تحية أحلام ألف شكر اليوم بيش نحكيه على توسيع أشغال توسيع المدخل الجنوبي للعاصمة دون خفر ذياء في الميدان صفت خط يومي يومي المروح المنزارة بأرص خلية تبدأ المعاملات انتع الناس ثلاثة كيلومتر ترجم تعملهم في ساعتين عادي جدا ثلاثة كيلومتر في المدخل الجنوبي للعاصمة البرتيلولة اللي من هنا هي كل هينبرتيلة كيلومتر وذلك البرتيلولة ما هناكي بشي عبية حلوعة وكسير مزارة البرتيلولة ما كملتش والثلاثة ما كملتش والراغة ما كملتش مش تتراكم كل على بعض وفي الحصة اللي يحدث الناس كل تخرج وقتها أنا كارثة بالسيل عصيف عصيون سوينيف مانا بطبيعة البطيش في استقائل بطبيعة بطبيعة حسنا من بالله العديد يكمل الخدمة الخمسة يوصل للمروح السابق السباح يخدم الثمانية الستة والبعوش نقعد نطيش في قهوة ساعتين هوي ويرعان المعامل يدى المطفل جنوبي للعاصمة قاعد نستمر في البروجيت سافي ديزاني حتى كي باش نمشي الحمامات ولا النابل ولا اي بلاسة باش نمشي رأل أخرى معنى وليت نتعب معنى پرسونال ما وديما جو بوز لكستيون وقتاش باش يوفى البروجيت شالا يوفى البروتو بوسي نتر نتعطل ياسر ومبوتياج وغبرة وفي الاشتاء همطر في السيف غبرة هو كان في شي عبد العزلعروي حي روح أحكي عليه القانترا ذي تنمو كبرة مالحكي يعني ما يزمك تبدأ تحكي عالقانترا ذي كيزمك تعمل ضربة متاع عبد العزلعرو يعني اخويا سرحت كثية وتدو هم حاولوا كي ياس منها هاي ركيزي هاي مادة هاي كل مرة يعملوا حكي ويارحموا لديهم اللي فهمها إنجازات وفهمها المشروع معنتها قاعد طولة إنجاز لكن بتاع برشة باللومبوتياج اللي قاعدين عايشينه سنين وسنين 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 لا إنارة لا طريق لا حط شي يحبوا نعرفه مشروع علي وقتش بشي يحضر وقتش بشي يكبر للإنجازات الضمر ويتخافوه الضمر ويقعد نشوف فيه يتخافوه قاعدين يقدموا ويختموا بالليل زي شاء الله تيكم ينقصوا علينا السيركولاسيون ربي معهم يوافقهم مرحبا نبيلا من جديد تحياتي لك زيادة وديك المستمع الإداءة الوطنية أنا نسمع بعض المواطنين اليوم الصباح بكر يخرجت عمل دورها في المدخل الجنوبي للعاصمة وما أدراك ما المدخل الجنوبي للعاصمة معدل مليون مواطن كل يوم يا نبيلا في حدود تقريبا مئتين ألف سيارة يوميا وهنا تونيخذ المعلومات والأرقاب وصفحة ماذا بيه اليوم المدخل الجنوبي للعاصمة يراو يا نبيلا بخلاف معناتها في هذه الولايات سوسة نابل السفاقة صغيرها كيف كيف هو في العاصمة زيادة البير القاسعة مستشفى حروق البلغة مدخل الوردية ملعب رادس سانجوبال مروجيت انشير اليهودية المشاريع هذه الكل اللي نشوفوا فيها عنا مدة ونحن نتعديه في الطرقات نشوفوا برشا في الأشغال لقد حدثنا مع المواطنين فاهم اللي يشكر فاهم اللي يقدر المجهود لتكون به الدولة فاهم اللي يستنى على حرمنا الجمر احنا سعيد جدا أنا موجود في وزارة التجهيز والسكان بجنبي سيخالد لطرش مدير الأشغال الكبرى بالإدارة العامة لجسور والطرقات سبحنور فيدي خير كيف العامل شاء الله شاء الله شاء الله أنا موجود حاليا شكرا على حسن الاستقبال أنا موجود حاليا في مكتب سيخالد وكل أشغال الكبرى نتعطوني ما نتنصور من مكتب هذه خارجة واليوم بش نأخذه بالأرقام الرسمية اللي ما يعرش يا نبيلة عشان توسيعة المدخل الجنوبي العاصمة فيه عدة أقصات وفيه عدة مقاولات وفيه معنا بشي يزيدي أكد الانتخاذ اليوم إلى حد الآن قد يهم نقص هو مشروع المدخل الجنوبي العاصمة شكرا هو على فكرة معناها المشروع توسيح المدخل الجنوبي العاصمة اللي يعتبر معناها من أكبر وأهم المشاريع اللي يتم يعني تنفيذها بتونس الكبرى واللي تعرفوا معناها أهمية الطرقات معناها خاصة في تخفيف الضغط المروري على مستعمل الطريق المشروع هذا كل فنتاع ومعناها بشتريك مع أرقام هو في حدود 370 مليون دينار 370 مليون دينار فأشغال معناها 315 مليون دينار والمتبقي هو معناها يتعلق بتحويل الشبكات وكذلك معناها اقتناء العقارات اللي لازمة لتوسيع المشروع المشروع هذا يتضمن معناها خمسة حقصات اللي نبشي الحد وللسادة المستمعين يكون معناها القصة عدد واحد هو على مستوى معناها جسغة سانجوبان سانجوبان جبل الشرود القصة عدد دينار ماذا سعر القصة عدد واحد سانجوبان وينوص التقدم لشغال في قصة سيدا يعتبرنا هذي القصة ولو كان هي المساعم عن زر التجيز وقت اللي معناها اعلنت على الترب العروض كانت الدراسة تتم الخمسة اقصاد دفعة واحدة وقمنا بإعلان طلب العروض ما شاءتش معناها الأقدار باش النبرم معناها عقد سبقة باش تنطلق الأشغال معناها بالتوازي في كامل الأقصاد معناها صار تعطر في معناها الإبرام عقد مع المقاولة ولا مجمع المقاولات معناها اللي متكفل بالقصة عدد واحد لذلك معناها الأشغال انطلقت تقريب بعد 30 شر من اعطاء الانطلاق للأقصاد الأخرى وذلك علش اللحظ وقتين بدين قصدون وقتين انطلق القصة عدد واحد انطلق 14 جوان 2023 يعني بعد 30 شر تقريب من انطلق الأشغال الأخرى فيما أقصاد الأخرى هي عدد معناها 2 3 و 4 و 5 انطلقت في 31 مارس 2021 لمدة إنجاز قدرت في 30 شهر القصة الثانية هو تواصل القصة عدد واحد بما يعرف المحاولات على مستوى منطقة لكانية لكانية القصة عدد 3 كيف يكون تواصل عن القصة عدد 2 المحاولات على مستوى المرجات على مستوى الفرق البريغة والقصة عدد 4 هو المخرج الرئيسي وهو على مستوى محاولات بالقصة عربت مع المرجات بمنطقة رادس والقصة عدد 5 بما يعرف بالمحاولات على مستوى السوق الكرهب الهودية معنا بعض المواطنين يقولوا ما انت تأخرت ما انت تقولك الموضوع المشروع قديمية من وقت يش بقير الاشغال دبا وليش تش هم الاشغال انطلقت كما قلنا سبق الأقصات عدد 2 3 4 5 انطلقوا في 31 مارس من المفترض ينتهي في سبتمبر 2023 ولكن صار بعض الأخير نظرا لأن الوزارة بتطوير دراسة لتفادي عديد الاشكاليات العقارية لإعتراض التنفيذ المشروع وكذلك تحويل الشبكات ان شاء الله من المؤمن ان تنتهي الأشغال على أقصى تقدير بشكون مفتسة الحالية ولاحظوا نسبة الأشغال تسير بنسق يعتبر حفيف فيما يلاحظ أن القصة عدد 4 يهم القصة يعتبر المتقدم تقريب بلغة نسبة الإنجاز 85% وإن شاء الله بداية من شهر الجوان كما صرحنا به سابقا يتم أن الشروع تستغلال بعض المكونات خاصة الجسر الجديد الذي يربط منطقة السوق الجملة بالمروجات لماذا طريقة الإنجاز هي أن يزمنا في نفس الوقت أن أمن السيول حركة المرور وكذلك معناها عديد الصعوبات خاصة الطريقة التي تصرف في حركة المرور خفض لو كان أحنا فما إمكانية كونه نقل في حركة المرور بطبع حال يكون عملية التي تعيبة ما استحيلة ومش حتى تعيبة ولكن هذا يبشي سهل لنا عملية الإنجاز أحنا شيء يزمنا نوفقه بين معناها اقتماريين لتحركة المرور وكانت تلاحظ معناها سادة المستعملين معناها الطريق لكل ديما كانت في الطريق معناها عملنا حتى في بعض الواحد جهزنا معناها ثلاثة ممرات في كل اتجاه وكانت تلاحظ خصدنا عن المستوى القصة عدد أربعة موجودة وتشوفوا معناها فما أرياحية في حركة المرور وفما انفراجة وإن شاء نحن نأمل من هنا الشهر سبتمبر لكي القصة تقدم القصة عدد أربعة يتم الانتهام من الأشغال والأقصات الأخرى تباعا في 2025 القصة عدد واحد انطلقت الأشغال مؤخرا وإن شاء تحترموا الأجيال التعاقدية ويكون هو 2025 معناها نهاية 2025 هو القصة عدد واحد المسروع ككل مقصومة بين وليت بن عروس وليت 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 وقال أن يعطي إشارة أي جزء يتم من الأشغال وينتلق فورا في الاستغلال هذا يمكن تتأكدونا بطاق الحال هذي الهدف هو معناها تبقلنا وعملنا جلسات معناها تنسيقية مع سادة ولاة معناها سيد ولي تونس والسيد ولي بن عروس معناها لكيف كيف معنا هما يقدموا المساعدة للتفديل جميع الصعوبات بطريق الحال نحن باتفاق معناها بالاستغلال وهذا يكان بطبق حال بالاتفاق مع السادة الولايات وبطبق حال هما سهلين معنا لحص تنفيذ للمشروع نحن ما نبخلوش معناها على السادة المستعملين الطريق بش الجسر اللي اللي معناها يسم ولا مكون من مكونات المشروع كما نشوف فما معناها الممر المترجلين اللي طوى يربط معناها على المستوى غابط بن عروس والمروجات يعني حالما أنهينا الممر المترجلين الجديد قمنا بإزالة الممر القديم وكذلك بالنسبة للجسور في نفس الوقت يجبنا نأمن معناها الاستمرارية سيورة الحركة المرور قلت تم هدم معدد من المنشآت القديمة كيف تم بناء معدد من المنشآت الجديدة كيف تقول العرقية تم أشكال عقاري معدد من العرقية أخلت التأخير هذا المشروع المشروع بتباكحان ما تعركوا المشروع عليها انجاز توسع بالحجم معناها تقريب معناها اللي متواجد في منطقة عمرانية وتعرفوا اللي هي المنطقة هذه مكتبة بشبكات مختلف شبكات العومية اللي تأمن معناها جميع الخدمات كشوام المياه والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء وكلها بتبعكحانة دي في نفس الوقت معناها حفظنا على الاستغلال على الاشتغال متاحها باش تتأمن معناها جميع المرافق في نفس الوقت معناها اعترضنا بعض اشكالية العقارية هذا هي نعرفه الشي نعرفه لكن الأهم حاجة اللي قمنا بها هي كونه التقليل من التقليل معناها من نسبة العقارات اللي كانت معناها تعيق ونعرفه أهم اشكال دي ما يمثل هو اللي يمثل معناها عاقل تنفيذ مشاهيه هو الاشكالية العقارية هو الاشكالية العقارية فكرة هي كانت في بداية الدراسة أولاً كانت في حدود نسبة 30% أحنا قلصنا منها ولكن في حدود 10% منها جانب الكبير اللي هو ترجع الميكية متاعه للدولة ألا يتحوزنا بسفة ألية وكذلك معناها بعض مشكورين بعض خواس معناها كان الاتفاق امتحن في انتظار التسوير العقارية قمنا بالتحوز في حدود معناها 3% وإن شاء الله معناها اللي جاء الاستقصاء والمستحن معناها شرعت منذ حوالي سنة معناها في تسوير الملفات العقارية ومتقدمة بشوط هام جداً ولكن في جميع الحالات معناها الاشكال العقارية لها إن شاء الله ما نرش بشيكون عايق معناها لتنفيذ المشروع إن شاء الله شكراً جزيلاً لكم شكراً لكذية ولضيفك الكريم يعطيكم الصحة على كل هذه المعطيات قبل ما نسلم مع لكم مستمعينا نحن سؤالنا كان حول الاتفاقية اللي صارت مؤخراً بين تونس وفرنسا والنمسا وقلنا الاتفاقية هذه لإنتاج الهيدروجين الأخضر فالإجابة أكيد عطيتها صحيحة الاتفاقية الهدف الأساسي منها إنه يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر مش يتم إنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين في مرحلة أولى مع تركيز 5 جيجاويت مطاقات المتجددة في أفوق 2030 ومن المتوقع أنه توصل الطاقة الانتاجية إلى مليون طن سنوياً في المرحلة النهائية للمشروع الفيزة معنا اليوم هي سعاد عياري مبروك عليك يا سعاد إن شاء الله ديما سعيدة عندك 100 دينار نقداً من إهداء الإذاعة الوطنية التونسية معليك كانت تدخل على البريفيت تمشي للخاص في المساجغي متع لإذاعة الوطنية متع الصفحة اللي جاوبت عليها وتبعتنا رقمك مش هكيكة النسقو معاك عملية تسلم لمية دينار إن هكا نكون وصلت للختم اللقاء إن شاء الله نهاركم أسعد ليم شكراً لك ماروين دريدي في الإخراج الإذاعي شكراً لك